خيانة وخديعة ودم لا صاحب ولا حبيب ولا حتى قريب الكل بيضعف وينهار أمام الهدف الأكبر حتى صلة الدم بتنهار أمام شهوة السلطة تعالوا اعرف ازاي في مراجعات اللوج 2 الجزء التاني من ملحمة البحور السبعة ملكة الغرانيق لأسامة المسلم يلا بينا رجعنا تاني بناء على طلبكم في باقي أعمال أسامة المسلم طلبات جات لي كتير جدا وتعليقات مستمرة بشكل دائم ومتكرر للغاية ارجع كمل باقية أعمال أسامة المسلم عايزين مراجعة باقية أعمال أسامة المسلم راجع لنا كل اللي كتبوا أسامة المسلم زي ما احنا كنا ماشيين وزي ما احنا متعودين انا وانت كده اشتغلنا بقالنا فترة كبيرة بس انا كنت وقف بسبب الصفر والخطب ما كانتش معي واتشغل بمعدل ثابت كده عشان تعليقاتكم حلقة كل شهر حقيقة مش عارف هنلحق نخلص أعماله كده كلها امتى؟ رجل بسم الله ما شاء الله يعني على ما اعتقل عامل خمسة وعشرين عمل مثلا يعني عايزين خمسة وعشرين شهر عايزين سنتين عشان نخلص أعماله فلو انتوا عايزين احنا نزود معدل فيديوهات أسامة وريف التعليقات ممكن نخليها مثلا مرة كل اسبوعين طبقا لرقابتكم طبعا أنا كنت رجعت لأسامة أعمال كتير قبل كده خف واحد السلساء الأولى من البسطين عربستان أول والتاني والتالت هذا ما حدا سماعي الدوائر الخمس صخاب الخسيف وهجي البنافسج ولج الكتاب الأول والنهاردة لج الكتاب التاني وطبعا الحلقات المراجعات المنفصلة لكل كتاب لوحده وبرضو في الديسكريبشن وفي القاتل وتعالي أقولك تفاصيل عمل النهاردة عشان حصل تغيير شامل في العمل وكلام كتير عايزين نقوله ده السلسلة والفئة الموجهة هيها تغيرت بالكامل هنتكلم هنتكلم بس تعالي أقولك الأول إن ملكة الغرانيق أقول لج اتنين الجزء التاني من ملحمة البحور السبعة من إصدار مركز الأدب العربي للكاتب وسامة المسلم الطبعة اللي معيها الطبعة العشرة ما شاء الله لسنة عشرين اتنين وعشرين وعادة صفحات خمسمية وتمانية صفحة والحقيقة ما عرفش سعرها كامل لأن دي كانت هدية من القارئة العزيزة نفس الناري اللي أبعثت لي جزء كبير من إصدارات الكاتب على البيت كهدية لأنها بتحب تقرأ الأسامة وتحب تتفرج على طرق أز فعايز تشوف طرق أز بيراجع عامة الأسامة وتعالي أقول لك ملخص القصة بدون حرق الأحداث كالعيدة بنبدأ الجزء ده مباشرة بعد نهاية الجزء اللي خات وبالتالي منطقي إن أنا أقول لك إن في حرق الأحداث الجزء الأول بنبدأ بلوج بعد ما شربت الخليط أو المحلول اللي في القرورة اللي غير مكتملة العناصر اللي كانت بتجمعها في الجزء الأولاني عشان تستعيد بيها عرش أبوها الملك عقيق وبتتسهب مع مجموعة من الأسماك على ظهر المركب اللي كانت ظهرت معانا في القصة القصيرة اللي كانت في أول الجزء الأولاني هنتكلم عن نقطة دي بالتفصيل كمان شوية في المناقشة لوج بعد ما شربت المحلول ده تحولت إلى بشرية أو شبه بشرية للدقة بشرية في الشكل ولكن غير بشرية في الطباعة بتلاقي نفسها على سطح الناس الزرقاء البحار اللي عليها بيحضنوها ويأقوها ولكن تحصل بعض الأحداث المتصارعة المتسارعة اللي بتقلب المصار المتوقع لقصتنا وتضطر بعدها لوج ترجع تاني للبحر عشان نقف هنا ونستعيني بتقنية الفلاشباك ونحكي ماضي لوج الغامض إزاي تشردت رغم إنها من العائلة المالكة ومين أمها وإزاي والدها الملك عقيق سقط في شباك ملكة الغرانيق الشريرة اللي بنعرف خلفيتها يا كمان وكيفية تحولها للشر رغم أصلها الطيب مع خط درامي ثالث أو يمكن رابع بدأ برضو من الجزء الأول مع الفتابة لشون والقبطان اللي معاها وبحثها عن كنز أبوها القرصان في جزيرة يوكاي وتعلقها المرضي بسرته وتستمر وطيرة الأحداث في الارتفاع وتحصل انقلبات غير متوقعة اللي فاكرينه طيب ينقلب للشر واللي كان شر يظهر لنا ماضيه والظلم اللي تعرض ليه عشان نسأل نفسنا عدة أسئلة هاللوجيه هتعرف هويتها حورية ولا غرنيقة ولا سير ولا حاجة ربعة أصلا طب ومين هي ملكة الغرانيق وإيه سر شرها المدمر اللي مالوش حدود وإيه مصير الصراع على السلطة ومين هيحتل عرش الممالك السبعة ولكن أنا عندي فضول أسألك يا صديقي لو قارت الجزء الأول هل كملت الجزء التاني مباشرة ولا ريحت غصب عنك زي ما أنا عملت وتنقلت ما بين أعمال أسامة المختلفة أنا بسعلك السؤال ده يا صاحبي عشان أنا بمجرد ما أنهيت الجزء ده مش قادر استحمل عايزة أرى الجزء التالت دلوقتي عشان كده أنا عايزة أعرف فرائقك في التعليقات وانا بعد بدء مخلص هنزل نكمل كلامنا وتعال نروح للنقض يا ببناش عشانا عندنا نقاط كتير جدا عايزة نغطيك بص يا عزيزي التخطيط 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 يا جماعة هو ده التكنيك السليم للكتابة وبالتحديد لو ملحمة متعددة الأجزاء زي عمل النهاردة بدون التخطيط ليه حبوظ هتطرهل منك وهتبقى مليانة ثغرات شوف التخطيط ده ظهر هنا ازاي عبر المجموعة من القصص القصيرة اللي بدأنا بيها الجزء الأولين في عدد خمسين أو سبعين صفحة أنا مش متذكر واللي أنا تخدعت فيها وافتكرتها مجرد تمهيد لعالم مداخل البحار مباراة تسخين يعني ولكن مع تبحرنا في الجزء الثاني وخدلي بالك انت من تبحرنا في عالم البحور هنكتشف ان القصص القصيرة دي بتتحول معنا لخطوط درامية كاملة ممتدة على مدار الكتاب كل واحد فيهم خط درامي مفاصل بشخصياته واحداثه وانقلاباته ولكن بيندمج مع خط الملحمة الرئيسي بتعلج لانك لما تفهم اللعبة هتبقى عايز تعرف ازاي بقى القصص هتندمج وتتحول لخطوط درامية في الملحمة الرئيسية ومصير الابطال بتوعها وتطورهم الدرامي ومن نقطة تطور شخصياتها دي تعالى نروح لموضوع مكمل وهو التطور النفسي للشخصيات ومصائرها هتجلى التطور ده في شخصية ملكة الغرانية اللي رجعنا عبر تقنية فلاشباك حرافية عشان نحكي خلفيتها التاريخية ومسببات تحولها للشر وبكده نخرج من الصورة اللي ظهرت لها في الجزء الاول انها مجرد شرير بدون مبردر بل صنعنا لها حبكة تخليك تتفهم دوافعها بل تتعاطف معاها لحطيت نفسك مكانها وده بسبب الظلم اللي وقع عليها هنشوف برضو تدور شخصية لوج عبر الفلاش باكي الزكي وتبرير التصرفات غير منطقية في بعض الاحيان هي طيبة ولكن بتعمل تصرفات شديدة الوحشية وندي هنا بدل المبرر اتنين واحد خارق مش هتكلم عليه عشان الحر والتاني له علاقة بالتربية وده موضوع تعرض لعلماء النفس والجريمة بالفعل هل شخصية الانسان بيتحكم فيها الجينات ولا التربية ولا البيئة ولا خليط من ده كله وده ان دل على حاجة فهو بيدل على سعة ثقافة الكاتب وطلعه على مواضيع كبيرة برا عوالم الفانتازية اللي هو بيكتفيها ونقطة تانية ان الكاتب مازال جريء جدا يتعامله مع شخصياته عادي بالنسباله شخصيات اللي اتبعنا جوز اللي فات علقنا بيها وبطريقة كلامها وباسلوبها يطيارها في لحظة وده عامل حالة من الترقب انت مش عارف مين مكمل ومين مش هيكمل كل ده ما زال بيساعد بشدة على الجريان عدد الصفحات كمان تصميم ملكة الغرانيق ولج اكتر من رائع زاد ظهورهم وتبلورهم هنا الاثنين بيقربوا من المرحلة الوسيطة الشكل الرمادي للشخصية مفيش ابيض ومفيش اسود لا الابيض جوه اسود مشاكل نفسية وتصرفات شهوانية والاسود له منطقه في تصرفاته اللي قطب ده للبعض ابيض او على الآن لها مبررها ده بيخلق التعاطف وتكامل مع دوافع الشخصيات لو زودنا على ده الخط الجديد اللي ظهر في الجزء ده الخاص بالصراع على العرش من جهة غير متوقعة وظهور تحالفات مختلفة وانهيار تحالفات تانية وخلطة الكوميديا والاكشن مع الدموية والانقلابات النفسية هيخرج لنا كتاب فانتازي حقيقي مميز ولكن كالعادة الحوار 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 يا جماعة كثيف جدا كعادة اسامة ولكن حسيت مش عارف ليه وما عنديش دليل ملموس ان رغم الكثافة دي ولكن برضو هو اقل من الجزء اللي فات هل بسبب مضوط نسبي في الجزء ده في تكوين الشخصيات والمؤامرات والدم والخيانة مخطبة فئة اعلى وارد كل اللي احتمالت وارده وما زال رغم الكثافة دي بيجري صفحات بسرعة جدا لدرجة اني حرفيا خلصت 100 صفحة في قاعدة واحدة وكل الكلام ده وصلنا للخلص لوجي اتنين او ملكة الغرانية الجزء التاني من ملحمة البحور السبعة اللي كانت بوسامة المسلم هو جزء تاني كما يقول الكتاب بيجيب على اسئلة في الجزء الاول ويسيب بعضها ويفتح لأسئلة جديدة تمهد بتشويق شديد للجزء التالت مع معدل اكشن وتصارع عالي انقلابات في الحبكة غير متوقعة وقدرة مستمرة من الكاتب على نقلك العالم تاني بكامل مفرداته اللي ما زالت مفتقدة لوصف الاماكن الجديدة والاسف ده زي ما قلت من عناصر الفنتازيا المهمة وبرغم تعليق المستمر على الحوار الكثيف ولكن تصميم شخصية لوج وملكة الغرانيق ونهاية الكتاب فوق الممتازة تجبرك تقفل اخر صفحة في الجزء التاني وتفتح الجزء التات بدون تردد ولكن في الاول وفي الاخر ده رأينا عايز اعرف رأيك انت بقى على قريطة عمل النهاردة وتقييمك لي ايه كجزء مفصل او جزء من سلسلة يعني افضل من اللي قبله ولا يقل من اللي قبله وافضل من اللي بعده ولا يقل منه ولي في التعليقات نتخلم مع بعضه مسافير فيه زي كان يحصل تعليقاته وترشيحات ومراجعات بتطلع من مجتمعك أو قبل كتب يعني انت ما ننسى اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعني بلايك وتشاهر هذا الفيديو انا بقى لو عاستوش بقى القرار جوي وتعطي كتابك اللي غاي صح فحيزن قدامك على شد الوقت سلسلة مراجعاتي للكاتب وسبب المسلم روح اتفرج عليها اشوفك هناك سلام